نروح لأخبارنا المحلية يمكن الريشة الطايرة اتعرضوا الموقف بايع شوية تعرفين الريشة الطايرة كان عندهم بطولة في تايلاند بطولتين في تايلاند وكنا جبنا رئيس الاتحاد واتكلم معنا من الحلقتين الحقيقة لما راحوا كانوا ثلاث لعبين هادية حسني وضحى هاني وادهم حاتم لما راح ادهم حاتم هناك هناك اللجنة المنظمة شكت ان ادهم حاتم عنده كورونا فالحقيقة عزلوا في المستشفى وبعد ما عزلوا شكوا معرف شكوا بقى درجة حرارته يعني مش فاهم بقى هو مشكوا ازاي ما عندناش تفاصيل قوي ولكن عزلوا في المستشفى وحبوا يطمنوا عليه طيب طمنوا عليه ازاي عملونه مسحتين المسحتين طلعوا سلبيتين يعني المسحة الاولى سلبية التنية سلبية ومع ذلك فضلوا يعني حطينه في العزل اللي بالحقيقة استنجد بالمسؤولين وتستنجد بالاتحاد وقالوا انه عايز يشارك في بطولة النسالين ما فيش ايداة لحاجزه برغم من الاتنين بي سي ار المسحتين طلعوا سلام والحمد لله بعد التدخلات من وزارة الرياضة والمسؤولين في الدولة تم عمل اللازم للعيبة او لعيبة منتخبنا واتطمننا عليهم بشكل كامل وبعدها صدرت التعليمات بعودتهم لمصر اللعيبة رجعوا الحقيقة بالليل امبارح لمصر سالمين الحقيقة كان موقف بايخ شوية يمكن ما توفقوش في البطولة دي طبعا لعني الظروف دي ولكن اكيد في بطولات جاية وهم عندهم الحقيقة مستوى فني يعني يأهلهم بشكل كبير للتأهل للأمبيات لسه القادم افضل وكل التوفيق لهم فيما هو قادم